أستاذ إسلام كنا نتحدث من قليل في قبل الهواء عن متابعة الليجانة الانتخابية لكمان وجود منظمات حقوقية ومنظمات من المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني الغربي لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار اليومين السابقين وحتى اليوم أيضا كيف تبعت هذه المتابعات الغربية لسير العملية الانتخابية؟ يعني يمكن احنا في غرفة العمليات عندنا واحدة رصد اللي ما يدور في الساحة الاعلامية الغربية تحديدا وما يتم نشر عن الانتخابات المصرية الرئاسية والله الواضح ان احنا اللي ملاحظينه لغاية دلوقتي ان طبعا يعني عايز اتكلم بس الاول من وجهة نظر داخلية ان احنا شايفين النيدين من اكتر الانتخابات الشفافية واكتر الانتخابات انفتاحا على مرأة ومسمع الجميع يعني ما عندناش اي خطوط حمرة لكل المراسلين او كل وسائل الاعلام الاجنبية واللي واخدت تصريحات واللي هي التصريحات اللي اصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات وبالتالي كل حاجة على مرأة ومسمع من الجميع مرصدنا في الوسائل الاعلامية الغربية عن المراكز الحقوقية اللي هي نشر بعض التعليقات على الانتخابات لغاية دلوقتي بالعكس ما فيش اي ادانة ما فيش عكس المعتاد دايما كل التصريح ان في انتخابات وفي حالة من حالات المشاركة القوية جدا في الانتخابات الرئاسية المصرية انتخابات لم يشبها شائبة حتى الان امبارح كان عندنا من غرفة عمليات المركزية كان عندنا وفد من السفارة الصينية كان بيتابع العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات المركزية الحزب المصري للأحرار واسنى سناء مهولا على الانتخابات وعلى المشاركة المصرية الجبارة في الانتخابات تابع وقال ان هو نزل وفد اعلامي ولا وفد من المنظمات الحقوقية والمؤسسات المجتمع المدني وفد من السفارة الصينية حضرتك عارفة ان في تصريحات في 67 باسة اجنبية في مصر قدمت وطلبت استخراج تصريح لمتابعة العملية الانتخابية عدد كبير جدا من المراسلين يعني حوالي 528 مراسل و4000 صحفي و15 جهة اعلامية سواء اذا كانت هي تلفزيونات او شبكات ازاعية او جرائد اجنبية كل ده بيغطي بمنتهى الحالة من حالات الشفافية بمنتهى المصداقية بمنتهى الناس بتخش بتشوف اللجان في وفود كتيرة جدا انا عارف ان فيها زيارات تمت لعدد كبير جدا من اللجان من بعض البعثات الاجنبية في مصر وحالة كبيرة جدا من الرصد المباشر لم نرصد حتى الان اي شائبة ده ما ذكرها في اي من المواقع الاغبارية العالمية ده الرأي الغاية دلوقتي او في المراكز الحقوقية نود الحديث ايضا عن الدورات التدريبية التي قامت بها الاحزاب السياسية المختلفة لتوعية الشباب وغيرهم من جموع الموطنين المصريين قبل الانتخابات لتحفزهم على مشاركة في هذه الانتخابات تأثير هذا على توعية ورسم شكل كمان الوعي الثقافي السياسي لدى الموطنين المصريين للمشاركة في هذه الانتخابات يعني هو الحزب السياسي هو المدرسة الاساسية لتعليم السياسة ده المكان الحقيقي والصحيح لان احنا كان حصل عندنا بعض اختلاط للمفاهيم ما بين الاحزاب السياسية والمراكز الحقوقية والجماعات الاهلية لقينا في اختلاط فترة من الفترات في احزاب بتقوم بأعمال الجماعات الاهلية في احزاب تانية بتقوم بأعمال المراكز الحقوقية في احزاب تانية ما بتقومش بدورها السياسي المفروض لكن الاحزاب الحقيقية هي اللي بتقوم بدور السياسي المنوط بها زي ما حضرتك قلت ان احد اهم الادوار السياسية او الادوار اللي بينوط بها الاحزاب هي تدريب الكوادر والاعداد لزيادة الوعي والادراك بالنشاط السياسي والموقف السياسي وتأدير الموقف والتوايا بالمشاركات الانتخابية والاستحقاقات الدستورية على أشكالها المختلفة سواء مجلس نواب مجلس شيوخ إن شاء الله مجالس محلية انتخابات رئاسة تعدلات دستورية كل الكلام دور وبالتالي احنا حزب المصريين الأحرار قام بدور فترة اللي فاتت مجموعة كبيرة جدا من تدريب العدد كبير جدا من الكوادر والأعضاء وغير الأعضاء حتى لأن احنا كنا عاملين حاجة اسمها الحملة الشعبية الحملة الشعبية دي كانت مرتبطة بزيادة الوعي والإدراك لدى جميع المصريين ليسوا بالضرورة أننا بطلب منهم منهم ينتبوا الحزب أو الآخر لأنه ممكن مش هي دي الايدولوجية بتاعته الفكرية أو السياسية لكن المقصود عندنا هو ده كان الاستهداف بتاعنا زيادة الوعي والإدراك اتقامت فيه عدد كبير جدا من المحافظات نتالج هذه الدورات التدريبية أو توعوية التي قمتم بها هل فعلا زادت أو زاد الإدراك عند المواطنين بالعملين الانتخابية برمتها؟ نحن نظاه見 ده ولمسينيه ولمسينيه كمان في الشباب أكتر كان فيه حرص كبير جدا على المشاركة وأنهم يعرف ازاي ينتخب ويعرف ازاي انه يشارك في العملية الانتخابية وبيسأل أسئلة كثيرة جدا ونفكر مع بعض كان ايه أهم الأسئلة اللي سألوها عن الانتخابات الاسائية؟ أو الحاسيةwałسية عمودة الحاسية Имpsية العمودة التعدلات الدصرية، الانتخابات، الموعيد المداد الانتخابية شكلها ايه مشاركيتي، السوتي هيفرق ولا لا ما فيش حاجة تتغير لا في حاجة تتغير أعمار الشباب اللي كانوا بيسألوا عن هذه الأسئلة يمكن حزب المصريين أحرارة بدأ بحاجة غريبة جدا بدأ بحاجة بمشروع اسم البراعم البراعم ده كانوا من 11 سنة من 11 سنة بدأنا من أطفال عندهم 11 سنة للتوعية والنشأة والتنشئة السليمة لكن احنا كنا في الممارسة السياسية طبعا بنتكلم فيه ما هو اللي فوق 18 و 20 سنة رأينا في الانتخابات وفي اليومين السابقين تعددية في الأحزاب السياسية تعددية في التنفسية السياسية ما انعكاس هذا على العملية السياسية في الفترة القادمة وأيضا على مستقبل الرئيس القادم يعني ما فيه شك أن الحياة السياسية حصلها حالة من حالات ضخ الدماء من بداية ما فهمت الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في إفطار العائلة المصرية عن الدعوة للحوار الوطني حصل حالة من حالات الرواق وحصل حالة من حالات إعادة شحن الأحزاب السياسية مرة أخرى بعد فترة من فترات الرقود والجمود يعني خلينا نتكلم بصراحة لكن اللي حصل بعد كده هو أن الأحزاب ابتدت فعلا تستخطب أعضاء جدد تبدأ تفتح أمنات وتفتح أقسام جديدة أو محافظات وتبدأ يبقى لها نشاط سياسي على الأرض وتبدأ في التواجد ويبدأ في حالة من حالات التكتلات والتكوين التكتلات والاندماجات ويعني محاولة للاندماجات أو الاقتلافات من الأحزاب أو التنصيق من الأحزاب المصرية الحوار الوطني أدى حالة مدفعة قوية جدا للنشاط الحزبي حالة قوية جدا كان مفيش خطوط حبرة في الكلام مواقف وملفات كتيرة جدا تم منقشتها على مدى كبير جدا من الجلسات وبالتالي الأحزاب هنا هو شايفة أن دمها فرصة مهمة جدا في بداية نشاطها السياسي تاني وده لدعم الدولة المصرية الاستهداف الأساسي أو الهدف الأساسي الرئيسي تاني هو التنمية ودعم الدولة المصرية